السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس معه الأعداد من صفر إلى أربعمائة تسعة وتسعين المقارنة والترتيب إذن دعونا نبدأ أحسب ذهنياً أعداد محصورة بين عددين معلومين مئة أربعة وخمسين ومئة ستة وخمسين العدد المحصور بين مئة أربعة وخمسين ومئة وستة وخمسين هو مئة وخمسة وخمسين أستحضر أضع العلامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي مكان النقاط مئة وثلاثة أصغر من مئة وثلاثين مئة اثنان وثمانين أكبر من مئة تسعة وثلاثين مئة أربعة وستين أكبر من مئة اثنان وخمسين مئة خمسة وسبعين يساوي مئة زائد خمسة وسبعين أتدرب أكتب مكان النقاط عدداً مناسباً الأعداد التي من الممكن أن تكون محصورة بين أربعمائة وخمسة وثلاثون وأربعمائة وتسعة وثلاثون هي كالآتي أربعمائة ستة وثلاثون أربعمائة سبعة وثلاثون أربعمائة ثمانية وثلاثون العدد المحصور بين 211 و 209 هو 210 الأعداد التي بدى الممكن أن تكون محصورة بين 232 و 238 هي كالآتي 233 و 234 و 235 و 236 و 237 ثانياً أرتب الأعداد التالية ترتيباً تصعودياً الترتيب التصعودي 117 أصغر من 271 أصغر من 377 أصغر من 475 ثالثاً كتب زياد وماهر وريم على ألواحهم الأرقام التالية ثم لعبوا لعبة تغيير المواقع لتكون أعداد ذات ثلاثة أرقام دون الوقوف مرة أخرى في نفس الموقع أولاً أكتبوا الأعداد التي تحصل عليها الأعداد التي تحصل عليها هي كالآتي ثلاثمائة أربعة وعشرون مائتان ثلاثة وأربعون أربعمائة اثنان وثلاثون ثانياً أرتبها ترتيباً تنازلياً الترتيب التنازلي أربعمائة اثنان وثلاثون أكبر من ثلاثمائة أربعة وعشرين أكبر من مائتان ثلاثة وأربعين أوظف أولاً أتأمل الرسم التالي ثم أرتب المسافات من الأقصر إلى الأطول المسافات من الأقصر إلى الأطول مائتان خمسة وسبعون ثلاثمائة ثمانية وسبعون ثلاثمائة وثمانون ثلاثمائة سبعة وثمانون ثانياً يملك سليم مبلغاً مالياً إذا شرى قطعة شوكولاتا يبقى له تسعين مليماً وإذا أراد شراء علبة ياغورت تنقصه خمسين مليماً مع العلم أن ثمن قطعة الشوكولاتا ثلاثمائة وعشرين مليماً وثمن علبة الياغورت أربعمائة وستين مليماً أبحث عن المبلغ الذي يملكه سليم بطريقتين مختلفتين الطريقة الأولى ثمن قطعة الشوكولاتا مع تسعون ثلاثمائة وعشرون زائد تسعون يساوي أربعمائة وعشرة مليماً الطريقة الثانية ثمن علبة الياغورت إلا خمسون أربعمائة وستون ناقص خمسون يساوي أربعمائة وعشرة مليماً أقيم شحن العمال أكاس فواكه جافة كالآتي أولاً أتم الفراغات بما يناسب ثانياً أرتب عدد الأكياس في اليوم الأول تنازلياً مئتاني ستة وأربعون أكبر من مئتاني سبعة وثلاثون أكبر من مئتاني وأربعة عشر ثالثاً أرتب عدد الأكياس في اليوم الثاني تصاعدياً مئتاني وثمانية أصغر من مئتاني أربعة وعشرين أصغر من مئتاني ستة وثلاثين رابعاً أرتب عدد الأكياس في اليومين تنازلياً مئتاني ستة وأربعون أكبر من مئتاني سبعة وثلاثين أكبر من مئتاني ستة وثلاثين أكبر من مئتاني أربعة وعشرين أكبر من مئتاني وأربعة عشر أكبر من مئتاني وثمانية أكبر من اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة